شرف كبير لي أن حضيت في الاستقبال من طرفك شيخ أمل جليل هذا شرف كبير لي هذه أول زيارة لي أقوم فيها خارج العاصمة ذكال بعد أن أتمت بوراق اقتمادي وجدت إلى هنا ولمزت حجم أقضامهم مع الشعب الفلسطيني ومع قضيتهم أشقاءه السنينيين وخصوصا هنا في مدينة طيبة الطيبة دلت الشعب الطيب ومضياف بارك الله فيكم ونرجو من الله أن يمنحكم الصحة ويطيل في أعماركم ونتوجه إليكم بأن تدعو الله لشعبكم في فلسطين بالمصر من أثر إن شاء الله بارك الله فيكم شكرا اشتركوا في القناة 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 بعد ذلك طبعا توجهنا إلى منزل الخليفة حيث تشرفنا بلقائه وكان لقاء عبر خلاله عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانب قضيتنا الفلسطينية خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمور بها شعب فلسطيني وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان من طرف قوات الاحتلال الصهيوني بارك الله فيكم وشكرا الكثير من المتظمات لديه لم يتعرض لكي الأكثر أصحاباً من المتظمات لكي وشكراً لكي أكثر من عائل سبب عاماً ونجزم لديه الجزء من المتظمات للمتظمات للنظمة لديه مقابلين وحديو الأمور في سؤال الأساس باقي جميعين المتظمات لديه بعض الانتقال حيث يتركين وشكراً نعم للأمام والأمام والأمام والعجوني بمعرفة الأمام والأمام والأمام والإرسالة والتحليل للمشاهدة للمشاهدة شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم